أهلاً أحبائنا مشاهدينا كيف أقترب إلى الله مكتوب اقتربوا إلي فأقترب إليكم اقتربوا إلى الله فإيه الوعد؟ فيقترب إليكم عندما تقترب إلى الله يقودك إلى كل الحق ومش بس يقودك يقويك يسدد احتياجاتك ومش بس عندما تقترب إلى الله يريك أمور آتية عندما تقترب إلى الله تستطيع أن تفهم أمور كثيرة لأنك أقرب إلى الله ولكن إذا كنا كما قيل في العهد القديم أبعد عنا قالوا لأله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فالله يتركن لأنه في حرية الله لا يرغمنا ولا يجبرنا ولكن يدعوك للإقتراب قال قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة بس نصيحتي الله يقول اختر الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك اقتربوا إلى الله حتى يقترب إليكم مكتوب أحبائي في أرمية 29 فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب أحبائي الله لا يرفض أي إنسان يقترب إليه بإتضاع وبإنكسار ومكتوب أيضا الله لا يحتقر مرذلة المسكين على فكرة الاقتراب هو علاقة المحبة الحميمية بالله فمثلا في العهد القديم الاقتراب إلى محضر الله يعني هذا مرتبط كان بالكهنة واللويين اللي بيخدموا في خيمة الرب أو في هيكل الله ثم يقول الكتاب في لويين إصحاح عشرة في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد فإذن في العهد القديم هذا الارتباط كان ارتباط مع خدام الرب الكهنة واللويين اللي كانوا بيكهنوا اللي كانوا بيخدموا فالكهنة كانوا جماعة منفصلين يعني مقدسين مخصصين لخدمة الرب ممسوحين لهذه الخدمة بالدم وبالزيت حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخدمة وهذه الخدمة مميزة والشيء الجميل في العهد الجديد يقول عن الكتاب أصبحنا مملكة كهنة والرسول بطرس يقول يعني أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ولاحظ هاي الدعوة دعوة مقدسة بالنعمة مش بالأعمال وهاي الدعوة التي دعيتم إليها هي مخصصة لكل واحد بيقترب إلى الرب تعبير عن المحبة تعبير عن الانتماء وتعبير عن الولاء والطاعة الكاملة للرب في القريبين مني أتقدس يقول الرب ثم أحبائي الكتاب المقدس يقول الرب قريب الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق مزمور مية وخمس واربعين والآية طمانطعش قال الرسول بولوس افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع حباء الاقتراب هو عندما نقترب هو الإحساس بعدم الاستحقاق تعرفوا زي الفريس والعشار الفريس فات يصلي كان متكبر وقال اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار العشار مكتوب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى فوق بل قرع على صدره علامات التوبة وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ هذا الإحساس بعدم الاستحقاق أو عندما أدرك الإبن الضال أن ما فعله ضد أبيه كانت جريمة شنيعة بشعة ولكن قال أخيرا خليني ألقي نفسي على النعم على الرحم عند الآب عند أبي أقوم وأذهب إلى أبي وأقول يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك لست مستحق أن أدعى لك ابنا اجعلني اجعلني بس دخيلك يعني طعميني وكلني وشربني اجعلني كأحد أجراك ولكن الآب قبله وقبله واستقبله ورجع إلى البنوة عندما نقترب أحباء الله لا يحتقرنا الله لا يترك أي إنسان بيتقدم من كل قلب صادق وطاهر فهو لا يحتقر الإنسان ذبائح الله يروح من كسرا ولكن عندما نأتي إلى الله بإحساس عدم الاستحقاق عندها يهبنا الله الكرامة والقيمة والرفع أحبائي فإذن إن قيمتي هي في الرب وكرامتي هي في الرب والرب هو الذي يرفع وإذا في أي إنسان وإذا في أي بشر تحاول أن ترفع نفسها إلى الله لا تستطيع أن تصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة